فصل جديد من فضائح التجسس لشركة NSO وبرنامجها التجسسي بيغاسوس لكنه بطريقة مزدوجة هذه المرة إذ تدل ما كشفته مؤسسات حقوقية فلسطينية صنفتها إسرائيل بالإرهابية على أن إسرائيل متورط في التجسس على عدد من الناشطين الحقوقيين وحتى موظفين في وزارة الخارجية الفلسطينية في أول فضيحة من نوعها تكشف في الضفة الغربية هناك معلومات موثوقة ومن مصادر موثوقة بأن أجهزة هاتف محمول لمسؤولين رفيعي المستوى يعملون في وزارة الخارجية الفلسطينية تم اختراقها أيضا المؤسسات الفلسطينية التي عقدت مؤتمرا صحفيا وسط مدينة رامالله طالبت بتوفير الحماية لها عقب فضيحة التجسس وبعد القرار الإسرائيلي الذي أصدره قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي والذي يتيح حرية التحرك الفوري ضد ست مؤسسات فلسطينية تعمل في مجال حقوق الإنسان وشؤون الأسرة واعتقال الموظفين ومداهمة مكاتبها وعلي هناك مسؤولية على الشركة الأم لبرنامج بيغاسوس اللي هي الان اس او واللي منعرف أنه مقرها الرئيسي أو قد يكون مش الرئيسي ولكن عندها مقر في دولة الاحتلال وبالتالي هناك مسؤولية على دولة الاحتلال لضمان أنه مثل هاي البرامج لا يتم استخدامها في انتهاكات حقوق الإنسان هو شعور انتهاك عالي بالخصوصية يعني يمكن أبسط الأمور اللي صارت عنها أنه زوجتي في البيت ثلاثة أيام بعد معرفنا في الموضوع مش عارفة تنام من شعور بالقلق العالي وإيش تم انتهاك من خصوصيتنا كأسرة سوار الأطفال وتشنوا إسرائيل منذ سنوات حملة تحريض واسع على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية التي يمويلها الاتحاد الأوروبي في محاولة لقطع تمويل هذه الجمعيات غير الربحية إذ سبق لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الأسبق العد أردان أن ادعى أن الاتحاد الأوروبي يمول حركة مقاطعات إسرائيل وأن الاتحاد يتجهل أدلة واضحة على أن منظمات المقاطعة التي تتلقى تمويلا منها بشكل مباشر أو غير مباشر مرتبطة أو تتعاون مع تنظيمات فلسطينية حاولت إسرائيل واسكات الانتقادات الموجهة لها عن طريق إقناع المانحين الأوروبيين بسحب تمويله لعدد من المؤسسات الفلسطينية إلا أنها منيت بالفشل مؤخرا قررت اللجوء إلى الحرب غير التقليدية واستعانت بأجهزة وبرمجيات خبيثة تجسسية وأعلنت تصنيف المنظمات على أنها منظمات إرهابية وهو ما يتيح لها التصرف بحرية تحت بندي مكافحة الإرهاب ضيحوا شيئا الغد رام الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة